يا أبو كون كل عام وأنتم بخير والله يتقبل من نوم من كون وهذه جماعة الخير هذا العيد إذا ما تسامحتون جماعة الخير وإذا ما سامح كل أخ أخوه وكل صديق صديقه وكل قريب وبعيد وصلة الرحم هذه أوصى بها الله ورسوله في هذه أيام العيد المتين يعشت السامحون ليس العيد يقول لمن لبس الجديد ولكن لمن تذكر الوعد والوعيد ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخه أكثر من ثلاثة يالي فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام الآن فرصتنا جماعة الخير اللي مزاعد مع أخوه ولا مع قريبه ولا مع أي كائن كان هذا اللي يمسلم عليه ويتسامح ما هو اللي يخسره يحس الأجر ويرضى ربنا عليه من فوق حتى متى يا جماعة الخير العيد يا جماعة الخير مهو بس أكل اللحم وشرب ولعب ولهو لا العيد له مقاصد كثيرة ولهه هداف كثيرة ومنها أهمها التسامح وصلة الأرحام اللي ما غد عنده أهله ولا عنده ولته ولا عنده يروح يا جماعة الخير لأنه أهلا أنت واثق من نفسك أنك عاد يعود عليك هذا العيد لا والله ما حد يضمن نفسه حتى ولا ثواني يعني الإنسان من يدري ما هولولوه ما هو أحنا خم 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 وبكرة على الله لا الواجب علينا أن نحن نتسامح ونصف نفوسنا ونصف قلوبنا إن الله لا ينظر إلى صوركم ما ينظر إلى هذه الملابس ولهذا الجمال ولهذا التفنن ولهذا مهما كان إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم إذا القلب ما هو متسامح ويحمل الحقدة والحسد والبغضاء بالكراهيذ هذا هو القلب المربد اللي يقول عنه رسوله وسلم عليها كالكوز مجخية الذنوب تدخلوا عود عود يعني نسأل الله العفو والعافية ومع دل قبول والله إن شاء الله يعيدنا رضاه وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال وسامحون إذا واحد عنده حاجة ولا شيء الدنيا هذه ما تسوأ نسأل الله العفو والعافية ومع دل الله يحفظكم